بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعله الصعبة إذا ما شلت سهلة نبدأ بالله تعالى التوفيق معاكم مستر حسام إبراهيم وفي حلقة النهاردة إن شاء الله على حل النموذج البوكلة رقم 5 صفحة 178 كيميا للصف الأول السنوي كشكولك وراء وقلم كشكول الملاحظات طبعا ونبدأ بسم الله ما تنساش تعمل كومنت تم أو تمام أو أي كومنت بحيث المرة الجاية إن شاء الله البوكلة رقم 6 تبعت لك اللينك بتاعه أنا أو فريق العمل نبدأ بسم الله بالسؤال رقم 1 تعتبر البيضة مثالا للنظام نقطة المغلق المفتوح المعزول البيضة تعتبر نظام مغلق ليه ليه نظام مغلق أولا إنت لما بتيجي تسوي البيضة على النار البيضة هي بتحتاج بتحس بدرجة الحرارة اللي أنت بتدهلها ولكن المادة زي ما هي جوة ما تحركتش السؤال رقم 2 بيقولك لماذا يستخدم الماء كمادة مبردة في محركات السيارات أكيد لإنها قوة تحملها جديدة فبالتالي بتعمل على امتصاص كمية جبيرة من الحرارة وطالما جبنا سيرة قوة التحمل يبقى ارتفاع حرارتها لإيه النوعية أي من هذه الأزواج ده باب خامس رقم 4 باب خامس سؤال رقم 5 باب رابع من مخطط الطاقة المقابل ما يقيمت التغير في المحتوى الحراري للتفاعل الحادث والله التغير في المحتوى الحراري بيساوي المتفاعلات ناقص النواتج النواتج قصد ناقص المتفاعلات زي ما أخدناه هنا النواتج ناقص المتفاعلات طب روح أبص كده على النواتج أشوفها أمسك الحتة دي وعد نقط لغاية ما أشوف أوصادها كام أهو أوصادها من 50 نص للخمسين والمية يبقى هنا طالما أنت بتطلع بخمسين يبقى دي خمسة وسبعين طيب ودي المتفاعلات أخرها فين أهو اللي هو ده بمية وخمسين فهو ما أقول له خمسة وسبعين ناقص سالب خمسة وسبعين سؤال رقم ستة على الأصل دور على طول أنت بتشوف السؤال تعرفه ده قانون هس هو مديلك على الأصل معادلة على الأصل دور عليها وأعاوز أحسب له ومديك معادلتين على طول تنقل المعادلات وتشوفها تعمل إيه قد المعادلات هي قدامكو أنا عاوز بقى أشتغل وشوف هنيوصل لإيه دلوقتي أنت عندك الأس أو تو في النواتج هنا في الأصل موجودة هنا في المتفاعلات يبقى أنا محتاج أن أنا أشألب يبقى هنا هعمل إيه شألبة شألب المعادلة التانية طيب والأس والأوتو موجودين عندي هوا ولكن هنا واحد ونص فأنا عاوز أتخلص من ده فأروح أضرب في جام في اتنين عشان أتخلص من الكسر يبقى هضرب هنا في اتنين وهضرب كمان تحت في اتنين وتعالى نشوف هنعمل إيه لما تيجي تضرب دي هتلاقي اتنين أس زائد تلاتة أوتو لين اتنين في نص بتلاتة أوتو ساهم اتنين إس أو سري اتنين في سالب تلتمية خمسة وتسعين بسالب سبعمية وتسعين طيب المعادلة التانية هشألبها واضرب في اتنين هشألب أجيب ده هنا يبقى تنين إس أو سري نعليش دي سري عشان أنا ضربت ليه تحت في اتنين برضو علشان لما يبقى تنين إس أو سري محتاجة تنين إس أو سري عشان تتير مع بعض ساهم اتنين إس أو تو زائد أو تو وهنا سالب تمانية وتسعين بما إن إشألبتها تبقى بموجة بتمانية وتسعين وضربت في اتنين يبقى مية ستة وتسعين أروح أطير دي معدي وطير أوهاية مع أوهاية يبقى لتنين أو تو يبقى في الآخر اتنين إس زائد اتنين أو تو ساهم اتنين إس أو تو واجمع سالب سبعمية وتسعين زائد مية ستة وتسعين يديلك سالب خمسمية أربعة وتسعين فاروح أبص على الأصل بتاعي ملاقيش في المعامل اتنين 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 فأقوم أقسم على كام على اتنين أقسم على اتنين وأقسم على اتنين وأقسم على اتنين وأقسم على اتنين سالب خمسمية أربعة وتسعين على الاتنين بسالب متين سبعة وتسعين ودي الإجابة أهي سبعة وتمانية في باب خامس نخش على السؤال رقم تسعة السؤال رقم تسعة ينحل الغاز خامس كولوريد الفوسفور بالحرارة إلى غاز سالس كولوريد الفوسفور وغاز الكولور ما مقدار التغير في المحتوى الحراري لهذا التفاعل ومدي لك متوسط طاقة الربطة. طالما الكلام على طاقة ربطة يبقى انا هستخدم القانون اللي بيقول ان الدلتة ه بيساوي المتفاعلات زائد الايه النواتي. طيب. ينحل خامس كولوريد الفسفور يبقى انا محتاجة اكتب المعادلة. خامس كولوريد الفسفور. خامس كولوريد الفسفور اللي هو بي سي ال فايف. خامس كولوريد الفسفور. ينحل يعني بتفكك. بالحرارة يعني اعمل مسلس. الى غاز سالس كولوريد الفسفور. يعني بي سي ال سري سلاسة سالس كولوريد الفسفور زائد آآ غاز الكولور سي ال كام تو. اوزن المعادلة ادي هنا خمسة واني خمسة ودي واحدة ودي واحدة المعادلة موزولة. يبقى اروح اشتغل اللي هو المتفاعلات زائد النواتي. تقوم تجمع المتفاعلات عندك بكامل متفاعلات بي سي ال فايف ترسمها. تحط البي في النص والسي ال خمسة يعني خمسة خمس روابط. ودي سي ال 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 يبقى عندك شكل اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عندك ستة اشكال من النوع بي سي ال زائد بتاعت القانون وروح اخش على النوااتج الاقي بي سي ال سري فحط البي اهي وثلت روابط سي ال ودي سي ال ودي سي ال يبقى عندي تلات اشكال من النوع تلات اشكال من النوع بي سي ويه سي اللي تو يعني سي اللي سي اللي يبقى عندي شكل واحد من السي اللي سي اللي يبقى هقول له زائد واحد في الشكل سي اللي ايه سي اللي اسمع مني وهتكتب ده وراية ايه هو ستة في تلتمية وتلاتين زائد تفتح كوس تلاتة في سالب تلتمية وتلاتين لان اعود في النواتج بالسالب زائد واحد في سي اللي سي اللي بيمتين واربعين يبقى سالب متين واربعين كل ده على الالة هيدي لك الناتج ربع مية وعشرين سؤال رقم عشر يتفاعل غاز الناتروجين مع غاز الاكسوجين تبعا للمعادلة الاتاية ما مقدار التغير في الان صالبي عنده خلص اتنين مول من الناتروجين مع اتنين مول من الاكسوجين السؤال ده اتكرر قبل كده والحمد للان هو جاء عشان عاوز اقول الفكرة تاني لما يقول لك خلط عدد مولات من العناصر او اللي هو مدهي لك خلطي كزا مع كزا لازم ده تفكرك بالعامل المحدد للتفاعل طيب وانا اعرف ازاي العامل المحدد للتفاعل بتقسم عدد المولات على المعامل يعني ايه الناترجين ده عدد مولاته كام ب statements بان الناترجين اهو عاوز اروح هشوفه عامل محدد ولا لا العامل المحدد يعني هو وليها هيخلص الاول يعني اقل لعدد مولات هنا اتنين مول من ناتروجين المعامل بتاع الناتروجين بكام بواحد يبقى اتنين على واحد فيها اللي اتنين طيب والاكسوجين كام مول عندك هضيف اتنين والمعامل اتنين يبقى الاكسوجين بيساوي اتنين على اللي اتنين فيها الواحد يبقى مين اللي اقل هنا الاكسوجين يبقى ده العامل المحدد لمين للتفاعل وعدد مولاته بكام بواحد طب الواحد كام مديني كام موجة بستة وستين يبقى لاجابة تفضل موجة بستة وستين كيلوجول لان هو كل ده اتنين ديف وما تضيفش ده عاوز يعرف انت فاهم ان عامل المحدد ان ده اللي مخلص الاول يعبقى يبقى الاكسوجين ابو اتنين مول في جنبه هو اللي حدد للتفاعل بستة وستين كيلوجول ده بتايتش بتاع سؤال رقم حداشر باب خامس اتناشر سؤال جميل جدا بروح اشوف العدد الاقل من الزرات يعني ده هقول عليه المزاب وده هقول عليه المزيب ده بيتفاك وده بيتفاك وده بيكم بيعمل تكوين ما لازه اعبر عنه الحرفين اي وبي اي مزيب بي مزاب هل قيمة دل دلتا اتش سري تكون مسبوقة باشارة سالبة ام باشارة موجبة شوفين الدلتا اتش سري الدلتا اتش سري دي تعتبر عملية تكوين يعني تعتبر عملية ربط وانا عارف ان الربط لو شفت كلمة ربطي او تكوين هقول دلتا اتش طارد بالسالب يبقى سالبة هتقول له ليه هتقول له هنا سالبة اولا لان دي عملية طاردة للحرارة فبالتالي بي بيتم انطلاق طاقة نتيجة ارتباط جزئات المزاب مع المزيب نقلب الصفحة وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام السؤال رقم اربعتاشر السؤال رقم اربعتاشر برضو من الافكار اللي بيتعمل لنا مراجعة على المنهج بفكرك رتب مركبات حسب درجة السبات ان كل ما السالب يبقى رقم كبير يبقى اقصر ايه سباتا هشوف من هنا اكبر سالب تلتمية تلات تلف ربعمية واربعين وهنا سالب الف امتين وهنا سالب يبقى ده اول واحد مستقر اقصر استقرارا اقصر سباتا ثم ده اقصر سباتا ثم الكولوريد الالمونيوم اكسر ايه سباتا السؤال الاخير في الامتحان ده ده خمستاشر بستاشر باب خامس السؤال رقم سبعتاشر عند تسخين خمسين جرام من النحاس حرارته نوعية اتنين واربعين من مية جول على جرام في سليزيس ارتفعت درجة حرارته بمقدار عشرة درجة سليزيس ما مقدار الارتفاع في درجة حرارة عشرة جرام من الماء عند امداده بنفس القدر من كمية الحرارة التي امدى بها ايه النحاس مقدار الارتفاع في درجة الحرارة ده يعتبر بالنسبة للدلتا تيه كلام جميل طيب طب وانا عندي الدلتا تيه دي بتتجاب ازاي والله مستر بتتجاب ما فيش غير القانون اللي بيقولي ان الكيوب تساوي مي سي دلتا تيه كلام جميل طب انا عاوز دلوقتي المي للمية يبقى الحرارة نوعية للمية هنا باربعة وتمانتاشر وعشرة جرام مية يبقى حط هنا عشرة الدلتا تيه دي اللي انا عاوزها طب كمية الحرارة بتاعت المية بكام انا قلتلك ان كمية الحرارة اللي هتسخن النحاس المية هتاخدها يبقى كمية الحرارة المفقودة من النحاس هتاخدها المية يبقى اروح اجيب كمية الحرارة بتاعت مين بتاعت النحاس الكيوب بتساوي مي سي دلتا تيه الكيوب هجيبها بتاعت النحاس الام بتاعت النحاس بخمسين الحرارة النوعية للنحاس باتنين واربعين من الف اتنين واربعين من مية الدلتة تي بتاعت النحاس بعشرة يوم ما تضرب ده في ده في ده يدي لك كمية الحرارة للنحاس بمتين وعشرة جول اروح اعوب بيها هنا اصبح المتين وعشرة على عشرة فاربعة وتمنتاشر بتساوي خمسة درجة سليزيس في حسن الختام يارب تكون استفدت حاجة ما تنساش تعمل شيء لزمالك عشان يستفاده ما تنساش تعمل تام علشان يجي لك الفيديو جديد باذن الله شوفكو على خير مع لموزج البوكلت رقم ستة والسلام عليكم ورحمة الله